الصحة والأدوية في كلام كتير كان طالع الكام يوم اللي فاتوا دول انه في عدد من الأدوية ناقص وفي حقا ناقصة وكان في أدوية للأطفال ناقصة فالحيان وزارة الصحة أول باول بترد الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلة في وزارة الصحة قالت انه مستمرين الوزارة مستمرة في عمليات فحص القوائم الدوائية المسجلة في الوزارة وحل المشاكل اللي بتواجه الأصناف لتوقفة الشركات عن إنتاجها وان الوزارة بتسعى لتأمين احتياجات البلاد من الأدوية والأدوية الحيوية بشكل عام يعني وانها بتشتغل باستطلاع بتشوف ايه استطلاع نواقص يومية لتوفيرها الحياة حاولنا تواصل مع الدكتورة رشا زيادة للأسف مش متاحة انها تدخل معانا على الهوى لكن الحقيقة انه كان مهم ان احنا نسألها لانه فيه كلام زي ما بقول لحضراتكم انه فيه بعض الأدوية نقصة رجع تاني فيه نقص نواقص فيه الأدوية فعايزين نتكلم على نقص الأدوية معاها بمناسبة الكلام عن الصحة بقى والدوى والصيدلية ستبقى تصرف دوى ده يعني صيدلية فيه مجموعة من الأطباء الصيادلة ده كترة الصيادلة يعني عملوا حملة فكرتها حلوة جدا اكتشفوا انه فيه عشرين ألف صيدلية في مصر تقريبا اللي بيودرها غير متخصصين لدرجة انه ممكن يعني اللي يصرف لحضراتك كمريد الرشتة يبقى عامل مثلا حاصل على دبلوم كل احترامنا طبعا لأي حد عنده دبلوم او ايا كان مستوى العلمي تعليمي ايه بس يعني هي الفكرة انه مايفعش حضراتك ده يصرف لك دوى وموضوع ده مهم جدا وحداتكم هتسمعوا بنفسكم ده في التقرير فكرة الاستسهال وان يقوقف حد في الصيدلية يمسك الرشتة يقرأ فيقوم يطابق اسم الدوب ده وهو مش صيدلاني ومش متخصص دي كارثة فيه تشابه ممكن يحصل حقيقة انه كان فيه حدثة كانت شهيرة يعني لإحدى زميلتنا في المجال الاعلامي من حوالي سنتين تقريبا انه يعني خطيبها دخل الصيدلية ياخد حقنا معينه المفروض ان الواقف ده صيدالي بس يعني بدل ما يديهاله وريد الدهاله بدل ما يديهاله عضل الدهاله وريد وتوفي في الحال بعدها باللحظات فيه كوارث بتحصل حقيقة رحمة الله عليه طبعا ورحمة الله على الجميع يعني فيه كوارث الحقيقة بتحصل في الموضوع ده ده موضوع لا يستهن بيه ابدا فكرة مين اللي واقف في الصيدلية ما فيش حاجة اسمها ان الصيدالي يبقى رايح مش وارفة يوقف حد الحد ده لو وقف ثلاث دقايق ممكن يصرف رشدة فيه تشابه في اسماء أدوية فيه زميل لنا كان بيحكينا انه زوجته هي حامل رايح يصرف لها دوة فالواقف مش صيدالي يداله دوة تاني التشابه عايز اقول لحضراتكم تقريبا في حرف او في حرفين لولا ساتر الله ان زوجة زميلنا يعني مثقفة وبتعمل في مجال الطبي فلما قارت الاسم الدوة الغلط اللي اخدته ده كممكن لقدر الله يسبب لها اجهاد لو اخدته فيه بقى نقعد نحكي قصص للصبح سلامة المريض وما يفعش اي حد يصرف الدوة من الصيدالية وكده تعالوا نشوف مع بعض التقرير ده اللي عادت هنا زميلتنا مارينا امير عن حملة وهي حملة امسك دخيل مين الدخيل؟ الدخيل اللي نحنعرف هو مين في هذا التقرير الدخيل هو كل من يقف في صيدالية او يقوم بصرف الدواء للمريض وهو غير متخصص نشوف مع بعض التقرير معروف تماما خطر الدخلاء على مهنة الصيدالة وعلى صحة المريض المصري اللي هي تعتبر الامن قومي في فترة اللي فاتت بدأت تظهر مشاجر كتيرة من الدخلاء عندي اعطاء حوان ممارسة حتى يعني يمكن بيمارسوا دور الاطباء مش دور مش بس دور السير لا بيمارسوا دور الاطباء يعني السال اللي فاتت كان في طفل في منطقة الجيزة هنا مات بصعب ان شاب مش مؤهل ادالوا حقنا ولاقا ان الطفل بدأ يخش في غايبوبة بدأ يعملوا اسعافات بطريقة معينة مات السنة دي فيه منشورات الادارة المركزية كانت بتحذر من حقا معينة وبتحذر من ادوية معينة الدخلاء ما بيرعوش لان ما بيوصلهمش المنشورات دي مساعد ما يكونش عارف اضرار الجانبية للادوية فما يقدرش يشرحها كويس ممكن في بعض الادوية سبب حسية للمرضى معينين هو ما بكون ما يكونش عارف بيها فيها في دخلات ادوية الجراعات مش مظبوطة ساعات كل ده طبعا بيبقى الاكتر واحد يعني عنده علم بيها هو الدكتور السيدالي ما نسيبش اي حد ما عندهش علم زائد خبرة ان يتعامل مع المريض بشكل مباشر لازم يكون عنده علم وخبرة ما ينفعش علم بس وخبرة بس لازم يكون عنده الاتنين علم زائد خبرة عشان يقدر يتعامل مع المريض بلاش نخوين الامران عن طريقين ما يكونش همنا الاساسي هو المكسب المادي مش اي مريض يدخل عانوة السيدالية لازم يخرج بكيس مليان ادوية لا ممكن يخرج بنصيحة هتفيده اكتر من الادوية دي اسمال ادوية بقت كتير جدا ممكن حرف واحد ينقلك من دواء لدواء تاني بمعنى ايه فيه دواء مثلا يبقى منوم وفرق بينه بالحرف الدواء السكر مثلا حرف ده ايه يعمل كارسة لو صرف غلط يعني فلابد يكون السيدالية طبعا هو قادرة واكتر واحد يفهم بالبروشتات والادوية والاسماء يعني وعرف الجينيك نيمز والكيميكال نيمز والتريد نيمز فعني هو اهم واحد بيصرف في الدواء في منظومة صرف الدواء لازم اتأكد ان اللي بتعمل عماس سيدالية عشانك بردي مدكيش حدا غلطه دي بقى الدواء غلط يدور ماينفحش فلازم ان نتعامل مع دكتور سيدالية المريض ما يصرفش اي رشدة غير يتأكد ان اللي بيصرفها له سيدالية ويتأكد من الادوية وما ياخدش يعني لو مثلا الدكتور اياله اسبوع عشر تيام ياخد على قد الكمية بالظبط عشان لما بيفيد الدواء ما بيستعملوش بعد كده رجاء خاص لكل السيداليات انها تتأكد ان اللي بيشتغل معها سيدالية وما يشغلش اي واحد حتى لو هو عنده خبرة في السيدالية عشان ده بيدور بحالة المرض اشتركوا في القناة